النور الأولاني كان نور الطريق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منور الطريق ومحى ونزاك حضرة النبي اسمه الماحي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الماحي الذي يمح به الله سبحانه وتعالى الزنوب لكن كمان هو الماحي اللي بيمح به الله سبحانه وتعالى العثرات ما ينفعش أن حضرة النبي يقول أنه موتة الأذى عن الطريق الصدقة وحضرة النبي ما يموتش الأذى عن الطريق وهو بيسبقنا في الطريق إلى الله فالحمد الله على نور الطريق نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نيجي للنور الثاني اللي هو نور الحنان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا عارف أن فيه شوية حاجات ممكن تبقى يخلي أنا مش مرتحين في حياتنا وعندنا بعض التحديات في البيوت مثلا هقول لكم حاجة السيدة عائشة في مرة زعلت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوية فسألها نجيب مني حكم بيني وبينك فوافقت على سيدنا أمو بكر بعد ما عرض عليها سيدنا عمره سيدنا علي فوافقت في الآخر على سيدنا أمو بكر في الآخر خالص فالحصل إيه اللي حصل حصل الموقف لغاية ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه فجيح سيدنا أمو بكر فقال لسيدنا ستنا عائشة بيتكلم معاها فقالت له مين اللي يتكلم الأول فأيا السيدة عائشة بدرت كده وقالت يتكلم رسول الله ولكن لا يقول إلا حق سيدنا أمو بكر ما قدرش يستحمل فرح قال لها يا عدوة نفسك من الذي يصدق إذا لم يصدق رسول الله إذا لم يصدق رسول الله وهم إنه هو يضربه فرح جاري ومستخبية ورح حضرة النبي فلما جارد واستخبت ورح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل فإيه اللي حصل قال له رسول الله ما لهذا ده هناك يا أبا بكر فلما لقى المسألة كده رح ماشي وسايبه مقال لهم خلاص بدل انتوا استفيتوا خلاص رح ماشي شوية كده لقى سيدنا أمو بكر حضرة النبي مع السيدة عائشة حضرة النبي يقول لها رأيتي كيف حميتك من الرجل يعني إزاي أنا أنقصدك من إيه من سيدنا أمو بكر فبدأوا يتحكوا فسيدنا أمو بكر درجة أنه كأنه فرجع لهم قال لهم هلأ أشركتماني في فرحكم كما أشركتماني في حزنكم لكن الشاهد من حضرة النبي الشاهد أن حضرة النبي شوف حنيته الحنية مش محتاجة حاجة كتير شوف طول بال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تزعل حضرة النبي وتطلب محكم فيعرض عليها محكمين فترفض فيبلها أبوها وبعد كده تكله وبعدين تقول له إذا أنت تكلمت تتكلم بصدق يا نهرى بيض وبعدين والدها لما يجي يعنفها إزاي بتكلم حضرة النبي كده فيحميها وبعدين يباسمها بطيب خاطر وراحت بال عجيبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن الحنية وطول البال في بيتك مش محتاجة حاجات كتيرة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق حضرة النبي علمنا حاجة غريبة جدا أن الحنية مش محتاجة حاجة كتيرة الحنية محتاجة كلمة الحنية محتاجة نظرة الحنية محتاجة احتضان طول بالك على أهل بيتك ولو طولت بالك على أهل بيتك إيه لا يحصل عتعيش بالراحة والرحمة وعرف أن أهل بيتك متعشمين فيك ولما يتعشموا فيك اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى عيفتح عليك أبواب الراحة لأن محدش يتعشم في حد إلا وربنا سبحانه وتعالى يكتب له المدد عايز تبقى عندك مدد خليك سبب من أسباب التيسير على الناس وأول ناس تيسر عليهم أهل بيتك طول بالك وكمان وسع صدرك والحكاية كلمة وبسمة وطبطبة زي ما حضرت النبي علمنا اشتركوا في القناة